قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من المطالب للصناع وتقديم المزيد من التيسيرات مشددا على ان الهدف الاسمى للحكومة حاليا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة وعلن مدبولي خلال لقاء عقده مع عضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية اعلن عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي تنفيذا لتكلفات الرئيس سيسي مؤكدا ان الموضعات المتعلقة بملف الصناعة وسبل النهوض به وكذا اجراءات تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات ستستحوز على النصيب الكبير من الجلسات